اشتركوا في القناة مناطق السحلية الشرقية بالمهدية وبقليبيا تقريبا في حدود 35 درجة كما نجمع نشوفه من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي التقس كان سافي إلى قليل صحب بأغلب الجهات عرفنا ممكن تراجع طفيف في درجات الحرارة بعد ظهر باعتبار تغيره تجاه الريح خاصة بالمناطق السحلية الشمالية وبالسواحل الشرقية الريح كانت من القطع الشمالي تحركت شوية نسمة ممكن أخر نهار الشيء لسهم في الانخفاض النسبي والتدريجي ليلة في الليل ممكن بعض الخلايا العادية المحلية بالمناطق الغربية في بيدي الليل ثم تقس صفن إلى قليل صحب بأغلب الجهات تقريبا الحرارة تكون من 24 إلى 28 درجة بالشمال وبالوسط تصل إلى حدود 30 درجة بمناطق الجنوب يوم الغد إن شاء الله مع تغيره تجاه الريح بس تكون من القطع الشمالي بمناطق الشمال بس نعرفه تراجع نسبي في درجات الحرارة بالشمال وبالمناطق الساحلية تقريبا القصوى بس تكون في حدود 36 في تونس العاصمة 35 بأقصى الشمال ببنزرت 34 بجهة الوطن القبلي بجهة الساحل في حدود 35 34 بالمهدية 37 بيزفاقس 36 بالنسبة لقابس وبمدنين حرارة مرتفعة تصل إلى حدود 40 درجة داخل بلاد حرارة تتواصل مرتفعة بجندوبة في حدود 41 درجة 42 بالقيروان 40 بالمرتفعات الغربية بالكاف وبالقاصرين 40 أيضا بالنسبة لقافسة 41 بيتوزر وبيك بيلي وبأقصى الجنوب 39 درجة حرارة تتواصل مرتفعة داخل بلاد وتمثل العام الأساسي في ممكن ظهور خلايا راعدية بعد ظهور بمرتفعاتنا الغربية بالنسبة للملاحة والصيد البحري كما نجمع نشوفه بالشمال ريح تكون غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة البحر يكون قليل الاقتراب بالنسبة لخليص الحمامات وبجهة الساحل ريح تكون شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة ما يعادل 30 إلى 50 كم في الساعة البحر يكون مضطرب سباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بالنسبة لخليص الحمامات وجهة الساحل بالنسبة لمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة البحر قليل الاقتراب ملأم لمختلف الأنشطة البحرية ناخذ فكرة كالعادة حول الوضع الجوي ببعض المدن العربية والأوروبية في نواق شوت بعد سحب 32 درجة تقص في استقرار بريبات 31 29 بالدار البيضاء 33 بالنسبة لجزائر العاصمة بيترابلوس 33 أيضا 36 بالقهرة وحرارة تتواصل مرتفعة بالمدينة المنورة وبمكة 41 درجة بالنسبة للدوحة حرارة تتواصل مرتفعة 46 48 بالكويت سماء صافيا بأبوذبي 47 33 بالنسبة لديمشق ببيروت 29 34 بعمان 47 ببغداد وبالقدس الشريف سماء صافيا مع حرارة معتدلة في حدود 29 درجة بالنسبة لتوقعات نجوية ببعض المدن الأوروبية في اسطنبول 28 درجة 36 بأثينا موسكو 19 أمتار محلية بفيينة 33 درجة 37 برومة 24 بأمستردام 24 أيضا ببرلين مع سحب عبرة وبكوبنهاجن 20 بالنسبة للندن بعض السحب العبرة 26 درجة أمتار محلية بستوكول 21 28 بباريس مع بعض الأمتار الضعيفة والمتفرقة جناف 33 26 ببروكسل 32 بمرسيليا 37 بمدريد وبلا شمونة سماء صافيا 29 درجة تسولت المطروحة حتى الوقت ما زالت متواصلة درجة الحرارة المرتفعة هذه كما نجمع نشوفه بالنسبة للمثلاثة كما أشار باستتنقل طائرة الهوائية تكون من القطاع الشمالي بالنسبة لمناطقنا الشمالية تبقى من القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب تراجع تدريجي وتفيف بطيء نوعا ما بالنسبة لدرجة الحرارة بالمناطق السحيلية تقريبا من 32 إلى 37 درجة تتواصل مرتفعة داخل البلاد تقريبا من 38 إلى 42 درجة مع هبوب رياح شيلي تقصي يكون قليل السحب السحب بيكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية بعد الظهر بالنسبة للبحر يتواصل قليل الاضطراب بكافة سواحل ملأم لمختلف الأنشطة البحرية يوم الأربع تقريبا باستحافظ الطائرات الهوائية على نفس المصدر تتواصل شمالية بشمال شرقية بالوسط وبالجنوب ضعيفة إلى معتدلة يبقى البحر قليل الاضطراب تقصي إجمالا قليل السحب والحرارة في استقرار نسبي شروق شمس يوم الغد بإذن الله في الساعة الخامسة وربع وغروبها في الساعة 37 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات لعبة تتحصل على أكثر معتايات تتتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 تزوروا موقع الويب وإلا تبعثونا إرسالية قصيرة على رقم 85 0 أثناش كانت هذه نشرتنا الجوية اليوم بقيت متابع ممتع لبرمجنا الوطنية الأولى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة